موسيقى السلام عليكم يعطيكم العافية طلابنا العزاء معكم الأستاذ باسم بدارني مدرس مادة اللغة الإنجليزية على منصة المليون طالب منصة جو أكاديمي بإذن الله تعالى رح نبلش بأولى حصص التأسيس طبعا قبل ما أبلش ونحكي عن التأسيس ونفوت بالمنهاج ونحكي بالموضوع هذا كله أنا لازم أوضح كم نقطة إلك أنت كطالب الآن التأسيس رح يكون عندنا بإذن الله تعالى هو مقسم على ثلث ساعة خمس وعشرين دقيقة عشان نقدر نستوعب أول بأول ما بدنا نصبر كل إشي مع بعض الآن التأسيس والخطة اللي حطيتها أنا بالتأسيس هي فكرة بس إلك أنت كطالب أنه أنا أوخذ التأسيس اللي أقدر أدخل فيه على المنهاج هل أنه فيه إشي جديد غير هذا الموجود يا أستاذ؟ نعم باللغة الإنجليزية فيه كل شي ولكن مش كل إشي مطلوب معك بالمنهاج يعني أنت الآن بتتأسس للمنهاج عشان تفوت بيش بمنهاج التوجيهي مش بتدأسك كلغة بشكل عام إحنا كلغة هاي حصيلة معلومات لازم تكون تعلمتها أنت من زمان ولكن إحنا الآن بموضوع التأسيس هون ما بدنا نطول عملية التأسيس لأنه أنا بشوف أنا أنت كطالب لو أجيت أنا حكيت لك الفاعل هو اسم أو ضمير وصير أعطيك شو أنواع الأسماء هذا الحكي ما بيفيدك أنت كطالب شو نوع الاسم بيش بده فيدني أنا كطالب بيفيدني بس أنه أعرف أنه هذا اسم هذا ضمير وهذا مفرد وهذا جمع هذا بالبداية قبل ما تفوت مشان هيك إحنا الآن التأسيس سبعنا رح يكون خفيف لطيف نبلش فيه أول ما نتقن المهارات أولا بأول ندخل فيها على المنهاج بإذن الله تعالى نقطة ثانية بدي أوضحها اللي هي فكرة أنه اللغة الإنجليزية معنى بالمنهاج هي مهارات يعني هي معنى ثلاث مهارات عندك مهارة اللي هي الريدنغ القراءة بدك تتأسس إلها بشكل منفصل تماما عن التأسيس للرايتنغ ولا للجرامر اللي هو القواعد الآن إحنا رح نتأسس بشكل الجملة باللغة الإنجليزية الشكل اللي إحنا رح نتعلم وللغة الإنجليزية مثل ما فيه باللغة العربية شكل كمان فيه عندنا باللغة الإنجليزية شكل للجملة الآن أنت كطالب لازم تعرف هذا الشكل تعرف تفاصيل وتفهم شو فيه ونفهم ليش تكون هيك وليش لازم يصير هيك هذا الحكي كله لازم تعرفه طبعا أنا قسمتهم على ثلاث ساعة خمس وعشرين دقيقة عشان نسهل ع بعض اللي هو كيف نستوعب الفكرة بالبداية قال لي التأسيس اللي عندنا إحنا رح نبلش فيه اللي هو شكل الجملة باللغة الإنجليزية شوف شو قال لي قال لي إحنا الآن لو أجينا نبلش باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية بيبلش عندنا اللي هي الجملة بيبلش عندنا بفعل مثلا لو قلنا أكلة الولدو التفاحة هيك باللغة العربية بيش بلشت بلشت بالفعل أكلة مين الفاعل الولدو وشو المفعول به التفاحة تفهمنا الفكرة أنه باللغة العربية نعم يا أستاذ بلشت بفعل ثم الفاعل ثم المفعول به هيك الفكرة لكن باللغة الإنجليزية إلها سيستم مختلف إلها نظام آخر مختلف بس مش هالاختلاف الكبير شو قال لي قال لي الجملة باللغة الإنجليزية بتبلش بالفاعل اللي هو السبجيكت ورح نرمز له إحنا بالرمز أس بعد الفاعل بيجي عندنا الفعل اللي هو الفير واللي بنرمزه بالرمز فيه وعندنا تكملة الجملة ما بدنا إياها الآن ولا رح ندخل بتفاصيلها احنا لبيهمنا السبجيكت والفير طيب الآن قبل ما أفوت بهذا الحكي كله بدنا نأخذ كل واحدة منهم بجزئية لحالها يعني رح نأخذ الفاعل ونحكي عنه بالتفصيل رح نأخذ الفعل ونحكي عنه بالتفصيل لأنه أنا بهمني الآن أنت كطالب تعرف شو يعني فاعل هذا الحكي اللي لازم نعرفه بالبداية قبل ما أفوت بأي إشي آخر الآن نعرف أنا وأنت شو هو الفاعل قال لي أنواع الفاعل باللغة الإنجليزية لو بدنا نحكي عن أنواع الفاعل شوف شو قال لي قال لي الفاعل ما بدي أحكي عن أنواع الفاعل قال لي عندي اسم الفاعل شو ممكن يكون ممكن يكون اسم واللي منسميه إحنا نعون وينقسم الاسم إلى غير معدود ومعدود بس يا أستاذ هذول أنواع الاسم لا يا أستاذ الاسم إلو أنواع كثير وإلو مسميات كثير بس أنت كطالب ما بتهمك أنا اللي بهمني من الاسم هو غير معدود ومعدود وبهمني أنه عاقل أو غير عاقل لقدام مش الآن طيب يا أستاذ في أنواع كثير الاسم ما بدي إياها أنا بس بدي أعرف التفاصيل البداية بالبداية قال لي الإسم ينقسم إلى غير معدود ومعدود ورح نفهم ليش المعدود وغير المعدود وينقسم الاسم أيضا إلى ضمير والضمير ينقسم إلى مفرد أو جمع معناها إحنا كتفاصيل عندي زي ما نموضحه بالشكل هون إنه الفاعل باللغة الإنجليزية هايو اللي هو السبجكت ينقسم إلى قسمين شو ممكن يكون؟ ممكن يكون ضمير واللي منسميه بروناون وينقسم إلى ناون اللي هو الاسم معناته الفاعل عندنا شو ممكن يكون يا أستاذ يا ضمير يا اسم هذا اللي بده يا طيب شو الضمير يا أستاذ؟ نعرف فين واللي ما بيعرفين الآن بدكت بلش تحفظهم قال للضمير عندنا البروناون إن إنجليش في عندنا اللي هي السينجولر ضمائر المفرد وفي عندنا البلورل اللي هو ضمائر الجمع مثل هي هو وش هي هي والأت هو أو هي لغير العاقل لغير العاقل ضمائر الجمع وي نحن وي أنت أو أنتم وذي هم والآي أنا قال لي هذول الضمائر اللي أنت لازم تعرفهم ضمائر المتكلم والمخاطب قال لي هذول بدنا نحفظهم يا أستاذ من البداية ولازم أفرق بين المفرد والجمع إذن أول نقطة إلك أنت كطالب لازم تحفظ بالبداية اللي هو الضمائر وتعرف الضمائر المفرد من الضمائر الجمع بالبداية هذا المطلوب منك بالبداية عن الضمير رح نوخذ ضمائر المفعول به وضمائر الملكية كثير كثير في شغلات عنها بس بدي إياهم الآن هذا المطلوب منها رح نوخذ الموضوع أولا بأول طيب نيجي الآن للإسم الاسم يا أستاذ إحنا قسمناه عشان نفوت فيه على المنهاج قال لي لها معدود countable nouns و uncountable nouns غير معدود وفيه عندي أسماء شواذ أنا ما أخذ عينة من الأسماء هسا في أسماء رح نحفظهم هذول اللي معنا بالمنهاج أو هذول خلينا نقول common اللي هن الشائعات طيب الآن قال لي المعدود شو المعدود شو الاسم المعدود يا أستاذ قال لي الاسم اللي إله مفرد وإله جمع طيب مثل كلمة student مفرد معناها طالب بالجمع بصير students شو الفرق بينهم ضفنا الهأس boy ولد boys أولاد house بيت houses بيوت city مدينة cities اللي هي مدن وعندك day وday نفس الفكرة إذن قال لي الاسم المعدود هو الاسم اللي إله مفرد أو جمع مفرد وجمع وضحنا فكرتهم بتدحفظ هذول بس هذول الأسماء لا يا أستاذ الأسماء كثير باللغة ولكن قال لي بما أنه في عندي الآن اسم مثل student بس نضيف له S بصير جمع معناته هذول الاسم المعدود والمفرد والجمع نربطهم من خلال الفعل S بس أضيف له S بصير جمع بس أحذف ال S منه بصير مفرد تمام بدي أجل غير المعدود غير المعدود قال لي information أنا ما أخذ عينة رح نأخذ التفاصيل الثاني كمان شوي قال لي information معناها معلومات وهي غير معدود money اللي هي النقود water اللي هي الماء beauty الجمع هذول قل لي مالهن هذول أسماء غير معدودة ما إلها مفرد وجمع وقل لي عندي flower اللي هي الطحين طيب يا أستاذ هذول شو مالهن هذول كمان بدنا نحفظهم عشان أنا أميز طيب آخر نوع من الأسماء اللي انت بحاجته اللي هو الأسماء الشواذ كيف يعني أسماء الشواذ شوف قال لي الاسم المعدود بس نضيف له S بصير جمع شيل منه الأس برجع مفرد أما الاسم الشواذ ما إلو علاقة بإضافة S أو لا شو ماله قال لي person هو مفرد معناها شخص شوف شو قال لي صار الجمع منه people اتغيرت الكلمة كلها مثلا ماوس معناها فقر مايس معناها فقران شوف اتغيرت ما ضفنا S عشان نحوله لجمع فهذول كمان بدنا نحفظهم مثل women شوف صارت ايه man men foot feet وchild children هذول كمان يا أستاذ بدنا نحفظهم إذن الآن لو طلينا الآن على شو الفاعل باللغة الإنجليزية أو خلينا نقول مش باللغة الإنجليزية بالمنهاج معناها شوف شو قال لي قال لي ضمير وبيد أحفظهم ضمائر المفرد وضمائر الجمع إذا احفظتهم أمورك بخير بتروح وين على الاسم الاسم كم نوع عندي هون يا أستاذ عندي معدود عندي غير معدود وعندي أسماء الشواذ الغير معدود بدي أحفظهم المعدود اللي منضيف له أسماء في داعي أحفظه الأسماء الشواذ حفظ معناته أنا لازم أحفظ الغير معدود وأحفظ الأسماء الشواذ شو بصير؟ غير هيك اي اسم بضيف له اس بصير جميع شيل منه الاس برجع مفرد يعني انا الان المطلوب مني احفظهم واحد اثنين مبدئيا غير هيك هو بده يكون شو اسم معدود شو ما له اذا منضيف له اس بصير جميع اذا شلنا منه الاس بصير مفرد هاي التفاصيل اللي انا بدي اياها بالبداية يعني انا وانت الان لو فكرت شو بدي احفظ من هذا الشكل تحفظ للضمائر المفرد والجميع لازم تميز بينهم ضروري جدا بعدين بتيجي على الاسم تحفظ الاسم الغير معدود ورح احطيك كمان اسماء غير معدودة تحت كمان نحفظهم وعندنا اسماء شاذة هذول لازم نحفظهم هذول الشائعات اللي لازم احنا نحفظهم بس هذول يا استاذ اللي باللغة الانجليزية لا لسه فيه كثير اسماء ولكن هذا الشائع هذا اللي ورد معنا بالمنهاج واللي مر معنا بالقطع ومر معنا بالتمارين طيب الان كيف نضيف الاس واس هاي الها تفاصيل اخرى لنتمكن شوين المنهاج يعني فيه الها فيديو لحالها رح اجئلها رح اجئلها الان احنا اخذنا الشكل هذاك وحكينا عنه الان في عندي هون هي قائمة باسماء غير معدودة تابعة للاسماء اللي اخذناهم هناك مثل الميت بمعنى لحمة عندنا ادفايس نصيحة عندنا نيوز اخبار والاس هون اس اصلية بالكلمة يعني مش تفكر انه هون ضفنا اس يا استاذ لا هي الاس هون مش اضافة هي بنفس الكلمة فروت فواكه ووتر ماء انفورميشن معلومات ذكرنا جزئية منهن هناك والان منكمل سولت ملح شقر سكر وعندنا هومورك واجب بيتي والمني اللي هي النقود وترافيك اللي هي المرور او الازدحام قل لي هذول تابعات لمين للأسماء الغير معدود يعني هون التكملة فحطيت انا الأسماء اللي وردت معنا بالمنهاج تمام الان بدي اجي للضمائر التالية تعامل معاملة المفرد يعني الان انا شو بهمني من هذا الموضوع انت يا استاذ مدقق لي على فكرة مفرد وجمعها شو قصة المفرد والجمعها الان رح اوضح لك قل لي اي كلمة بتلاسق هاي الكلمات مثل سم واني وافري تعامل معاملة شو يا استاذ معاملة المفرد تعال خنشوف قل لي سمبادي سمون سمثينج مفرد ما بيعاملها معاملة الجمع ولا الها دخل بالجمع انيون انيثين او نوبادي مفرد افريون افريثينج افريبادي كل مفرد هذا كل ماله يعامل معاملة المفرد لانه انا بهمني اعرف المفرد طيب يا استاذ شو كمان عنا هاي التفاصيل اللي اخذناها كلها الان في الها خلاصة شو بدي من هاي الخلاصة الاشي اللي قلت لك عنه لازم تحفظه بدك تحفظه لازم تحفظهم فالان صارت عندي شو صار شكل الجملة باللغة الانجليزية حكينا subject و verb و compliment حكينا عن subject الفاعل ينقسم الى اسم و الى ضمير عيد معي والضمير قلنا في عنا مفرد وجمع لازم اميز بينهم احفظ ضمائر المفرد و ضمائر الجمع لان نروع الاسم الاسم شو فيه يا استاذ قال لي في اسم معدود منضيف له اس بصير الجمع منشيل الاس بصير مفرد وفي عنا الاسم الغير معدود والذي يعامل معاملة المفرد دائما وعنا الاسماء الشواذ لها مفرد و لها جمع ولكن تختلف انه بس يصير جمع بتغير الكلمة كلها وقلنا الاشياء اللي لازم نحفظها الان الخلاصة اللي عندي كل الحك اللي حكيته قبل هاي خلاصته بدنا نعرف شو الفاعل المفرد من اللي اخذناه قبل شو الفاعل المفرد كان عندي ضمائر المفرد وعندي الاسم المفرد اللي بدون اس وعندي الاسم غير المعدود وعننا كمان ضمائر افري واني وصم وعننا كمان المفرد الشواذ لازم تعرف هذا كل ماله يعامل معاملة المفرد طيب شو شو الفاعل الجمع يا استاذ قل لي الفاعل الجمع هو ضمائر الجمع والاسم اللي منضيف له اس مثل قلنا وعندي الاسماء الجمع الشواذ اللي قلنا عنهم بيرسن بصير ماوس بصير إذن هاي الخلاصة اللي انت كطالب لازم تكون حافظها من البداية هل انه هذا الحكي كاف يا استاذ للأمان وبصدق هذا الحكي الآن انت ريحت على حالك ثمانين بالمية من الموضوع انه أنا بقدر الآن أفهم أقل ما بيها الجملة ومفرد وجمع هذا اللي بهمك لو بدي أرجع الآن لو بدي أرجع الآن أنا وانت على الشكل اللي حطيته هون شوف الخلاصة اللي عندي هون شو اللي بدي اياه من كل هذا الشكل بدي يا استاذ أميز المفرد من الجمع هذا اللي بدنا اياه كله لازم انت كطالب اتميز شو يا استاذ المفرد من الجمع إذا الآن لو طلّينا على الفاعل من كل هاي المجموعة كاملة وين المفرد لازم نحفظهن اللي هن ضمائر المفرد والاسم المعدود اللي بدون اس والاسم غير المعدود وعن الاسماء الشواذ المفرد اذا هذول اللي حطيت انا عليهم دوائر هذول المفرد غير هيك الباقي جمع يعني people mice women men feet children هذول ما لهم يا استاذ هذول جمع الان نيجي students المضاف لها هاي جمع الضمائر هذول مال هن يا استاذ هذول جمع معناته الان انت كطالب عشان تطلع من الحصة هاي فاهم الفكرة اللي بدي اياها اول مهارة لازم تكتسبها شو هي يا استاذ انه انا اميز مين الفاعل المفرد ومين الفاعل الجمع اذا حفظت هذول الجزئية هاي من الفيديو هاي هاي الخلاصة اللي انا بدي اياها يعني شو خلاصة هذا الفيديو انه انت كطالب تحفظ الاشياء اللي انا حكيت لك عنهم اللي هما بدي تعرف لمين المفرد ومين الجمع اذا حفظتهم تنتقل الان للجزئية اللي بعدها يعني هيك بدي نفوت يعني كل حصة لازم اعطيك الخلاصة عشان تعرف شو تدرس عشان تعرف شو بدي احفظ يا استاذ انا حضرت بس ما عرفت شو اعمل الاشي اللي حطيت لك عليه دوائر هذا اللي بدي اياه منك الان انك تحفظه لحتى نفوت على الفيديو اللي بعده طيب اذا بتلاحظ يا استاذ انتو اليك ساعة بتحكي لي قاعد معدود وغير معدود ومفرد ومش عارف ايه شو جمع شو قصتك مع المفرد والجمع اول مهارة لازم تتعلمها يا عزيزي اللي هي انه انت تعرف تميز الفاعل المفرد من الجمع قبل ما نبلش وصدقا للامان المنهاج اغلب ومبني على هاي الفكرة فلازم تعرف انت كطالب من البداية شو المفرد والجمع طب ليش بدي اعرفهم ما جاوبتنيش ع سؤالي بدي اجاوبك بقولي شكل الفعل يتغير اذا كان الفاعل مفرد او جمع شوف شوف الفكرة عشان انا اجاوب صحب الوزارة لازم انا اكون عارف انه هذا الفاعل مفرد ولا جمع لانه اذا كان مفرد الفعل الو شكل واذا كان جمع الفعل الو شكل اخر معناته اول مهارة لازم اكتسبها انا كطالب شو هي يا استاذ انه تميز الفاعل المفرد من الفاعل الجمع وتعال اوضح لك هاي الفكرة من خلال امثلة الان احنا عنا اهمية معرفة الفاعل المفرد والجمع يعني الان انا بدي اجاوبك ليش مهم اني اعرف المفرد والجمع هذا الشكل والجدول اللي عندك هذا منسميه احنا افعال المساعدة ورح نوخذهن كمان شوي بس ندخل على الفعل رح نوضح فكرتهم بس هذول بدي اوضحهم ولازم نحفظهم قال لي الفعل المجرد الفعل المجرد شو المجرد يا استاذ يعني هذا الجذر تبع الفعل الان المضارع منه لبرزنت منه هايهم والماضي هايهم منهم والفيرب ثري ما إلنا فيها بس ندخل على الازمة اللي رح نوضحه بس انا كشكل بدي ايك تحفظهم يعني افعال بي المجرد من بي قال لي بالمضارع افعال بي لازم تصير از او ار او ام وبالماضي لازم تصير واز و وير وبالتصريف الثالث لازم بين انت كطالب لازم تحفظهم هيك افعال بي شو بتصير بالفيرب وان از ار ام بالفيرب تو واز و وير بالفيرب ثري بين هيك لازم تحفظهم نيجي على افعال دو المجرد منهم دو بالمضارع قال لي في عندي دو دز دحفظه هيك والتصريف الثاني دد والثالث دن تصريف دحفظهم والهاف أفعال الهاف شو قال لي عنه قال لي بالمضارع بصير هاف أو هاز بالماضي بصير هاد وبالتصريف الثالث كمان بيظل هاد هذا الشكل انت لازم تحفظه هذول منسميه محنا الهالبينج بيربس ورح نأخذ تفاصيلهم بس ندخل بقضية الفعل طيب شو دخل هذا الموضوع بالإشي اللي كنا نحكي فيه يا أستاذ المفرد والجمع تعال أقول لك شو الفرق قال لي الآن مثلا عندك إز تعامل يعني بس تخدمها إذا كان الفاعل تبعها مفرد والآرم نستخدمها إذا كان الفاعل جمع والآمم نستخدمها إذا كان الفاعل آي بالفيرب تو قال لي الواس تستخدم إذا كان الفاعل ماله مفرد والوير إذا كان الفاعل جمع دو إذا كان الفاعل جمع وداز إذا كان الفاعل مفرد والدد تزبط للجمع والمفرد سواء كان الفاعل مفرد أو جمع وآخر إشي عندي نفس الفكرة هاف إذا كان الفاعل جمع وهاز إذا كان الفاعل مفرد والهادي أستاذ تزبط للاثنين جمع ومفرد الآن إذا حفظت هذا الشكل تعال خلينا أفرجيك شو الفرق بين إنك تكون تميز المفرد من الجمع شوف الجمل هذول وخلينا نوضح أنا وإنتا ونفوت بالقصة كلها قالي طيب نيجي الآن نشوف شو الجواب الآن الطلاب بصفن هذا الفاعل يا أستاذ هذا شو يا أستاذ هذا الفاعل طيب شو أنا بدي من الفاعل لازم تكون عارف هل هو مفرد ولا جمع هل هو مفرد ولا جمع ليش لأنه هنا عندي هنا أفعال والأفعال هذول شو بدهم يا أستاذ بقول لك أنا بدك تقدرش تجاوبني إلا لما تكون عارف هذا الكلم اللي قبل الفرق هل هي مفرد ولا جمع أنت لما تكون حفظت الإشي اللي حكيت عنه قبل الآن بتقدر تميز هذا الحكيم هذا الاسم من الشواذ لا هذا الاسم من الغير معدود اللي حفظتن كمان لا يا أستاذ معناته بس وقفنا هون هذا من الأسماء المعدود اللي إذا منضيف له أس بصير جمع وبدون أس مفرد معناته هاذ الاسم أو الفاعل عندي ما له يا أستاذ مفرد طيب ليش مش جمع لأنه أنت يا أستاذ حافظ كل الأشياء الجمع فكون الاسم هذا ما في أس معناته هو مفرد طيب بلك من هذلاك يا أستاذ الثانيات اللي حكينا عنهم ما بتقدر تقول بلك من هذلاك لأنه هذلاك أنت حافظهم وهذا مش من ضمنهم فبالتالي هون الفاعل عندي ما له مفرد طيب لو بدي أجي أشوف وين المفرد قال للوير تستخدم إذا كان الفاعل جمع بره الار والوير إذا كان الفاعل جمع والآم إذا كان الفاعل آي وهون ما عندي آي إذن الجواب الصحيح هو إز والسبب لأنه الإز دمين للمفرد لو وضحنا هاي النقطة بيجي طالب وقول لك أنا بعرفش معناها هاي ليش دك تعرف معناها بيش بده فيدك إنه تعرف معنى هاي الكلمة أنت إذا كنت حافظ شو الإسم الشواذ شو الإسم الغير معدود معناته اللي ظل عندي شو يا أستاذ هذا الإسم آه هذا إذا منضيف له أس جمع إذا شلنا منه الأس مفرد هيك الفكرة تقدر يتميز إنه مفرد أو جمع طيب يا أستاذ مش مهم المعنى لا والله يا أستاذ مهم المعنى ولكن إحنا منسولف في حالة الضع دائرة أنت المعنى ما رح تحتاجه في حل الأمثل اللي مثل هيك إلا في حالات معينة بس نفوت بالمنهاج ونوضحها نشوف المثال الثاني قال لي the boys فراغ in the yard طيب معطيني إيش هون يا أستاذ هاي الفاعل the boys قال لي the boys شو ضف مضيف له يا أستاذ أس بما إنها أس إذن منحكي قاعدين عن جمع معناته الوازل مين للفاعل المفرد برا والإز للفاعل المفرد هون عندي جمع هايو والwear بتزبط هاي للجمع والأم للآي إذن الحل الوحيد عندي هو وير أو الإجابة الصحيحة لهاي الجملة وير طب ليش وير يا أستاذ قال لي وير تستخدم إذا كان الفاعل جمع وهون عندي the boys جمع بيجي طالب ويقول لي شو بدي عرفني إنه the boys جمع بنرجع من قول لك احفظت الشواد احفظت الأسماء الغير معدود بدو قول لي احفظت عندو قول له boy مش من ضمنهم معناته boy إذا منضيف لها أس جمع إذا شلنا منها الأس مفرد وكونوا فيها الأس إذن هي جمع نشوف اللي بعدها شي فراغ a very beautiful gear طيب شي من ضمائر المفرد معناته الوير إذا كان الفاعل جمع برا والآم نستخدمها إذا كان الفاعل i والفاعل هنا عندي شي إذن كمان ما بتزبط والآر قال لي تستخدم إذا كان الفاعل جمع والفاعل عندي هنا مفرد إذن كمان ما بتزبط الجواب الصحيح هو is هاي جمل مباشرة عشان نعرف أنا وإنت الآن تفاصيل اللي هو مين السبجكت طيب هذا الحكي بتوقع أنه أنت كطالب يفترض الآن أنه أدركته الآن بدي أعطيك على ملاحظات معينة على الفاعل يعني بالوزارة أو باللغة الإنجليزية بشكل عام مش دائما بعطين الفاعل he و she و boys و students و مش عارف إيش إلا ما يلف بيها فاللفات هاي حطين الأشياء الأساسية لللفات يلي كيف بيلفوا فيها تعال خنشوف أنا وإنت قال لي إذا كان الفاعل مركب نعتمد الإسم الأول لتحديد المفرد والجمع كيف يعني يا أستاذ تعال خنشوف قال لي the teachers of my school فراغ in the party طيب هل تعلم يا أستاذ أنه هذا كله فاعل؟ هذا كامل كله فاعل معقول يا أستاذ أنت قبل الشبقة تقول لنا الفاعل ممكن يكون هي ممكن يكون شي ممكن يكون اسم واحد يا مفرد يا جمع هون طلع عندي كلمات كثير ممتاز قال لي the teachers هاي اسم ماي سكول هاي اسم إذن هون عندي اسمين يا أستاذ قال لي لما بكون عندك اسمين دائما اعتمد الإسم الرئيسي هو مين هو الفاعل يعني سكول هون مفرد سكول هون مفرد والتيتشارز من ضافلها اس هيها جمع طيب أنا يا أستاذ أعتمد لسكول ولا ذا تيتشارز قال لي هون الاسم الرئيسي مين هو هو الاسم الأول فعشان هيك شو قلنا الاسم المركب يعني هذا اسم تركب على اسم آخر من خلال حروف الجر أو غيرها قال لي دائما بتعتمد مين تعتمد الاسم الأول اللي هو لتحديد المفرد والجمع فالاسم الأول شو عندنا يا أستاذ عندنا جمع إذن مستحيل إز ومستحيل آم ومستحيل واز الجواب هو آر هاي أول تفصيلة بدنا نأخذها شوف تعلمنا بالبداية اللي هي مفرد إذي جمع لكن الآن طلع عندي شوف الفاعل كم كلمه كثير كلمات فدائما منعتبر مين الاسم الأول نأخذ خطوة ثانية قال لي في حالة ذير واحفظها هاي نحدد المفرد والجمع من خلال الاسم الذي بعدها بيجي طالب بقول لي ذير هاي الذير اللي انت شايفها هاي الذير اللي معنا هاي أستاذ بيزبط عليها مفرد وجمع يعني هي مائلها دخل بإنه مفرد أو جمع والله إذا قلت لها ذير إز صحيح وإذا قلت لها ذير آر صحيح طيب أنا كيف تعرف شو بيجي بعدها مفرد ولا جمع شوف شو قال لي هاي الذير بتقبل مفرد وجمع ما إلي دخل فيها قال لي بس بحالة ذير من التبع الاسم اللي بعد هون الاسم عندي من ستودنت من ستودنت شو يا أستاذ جمع قال لي بما إنها جمع معناته الفراغ هون يحتاج إلى جمع الاس مفرد إذا كان الفاعل مفرد والواز إذا كان الفاعل مفرد والآم إذا كان الفاعل آي ما بتزبط إذن الجواب الصحيح هو آر لأنه الآر هي اللي بتقبل الفاعل الجمع شوف الفكرة كير بس بحالة ذير إنه بطل بعد الفراغ هذا الفاعل صار هون ما بطل العالمين على ذير علما بأنه ذير هي الفاعل في الجملة لكن لها حالات خاصة بالنحو بالسنتاكس وقصة بس إحنا منوضح الفكرة قاعدين كشو ككيف تتعامل إذا شفت ذير معناته الشغل وين على الاسم اللي بعد الفراغ مش الاسم اللي قبل زي فوق شوف الجملة اللي بعدها قال لي إذا كانت الجملة مبدوئة بمصدر ing جرند فإن هذا المصدر يكون مفرد كيف يعني جرند ومفرد ومش عارف إيه شو بتحكي يا أستاذ تعال خنشوف قال لي reading box قراءة الكتب فراغ a good way to improve many skills ممتاز بيجي طالب بيطلب ويقول لي يا أستاذ هاي بوكس أس جمع لا يا عزيزي قال لي في عندي إيش هون ing جرند وقال لي في الجرند إذن هون الفاعل مفرد ليش مفرد يا أستاذ شو شو معناها باللغة قال لي reading box معناها قراءة الكتب أنا بحكي عن القراءة مش عن الكتب زي لما حدا يحكي لي driving cars أنا بحكي عن ال driving مش عن الكارز فعشان هيك driving ال ing هي مفرد والكارز ما إلها دخل بالفاعل فإذا كانت عندي البداية ing معناته الفاعل هنا كله كامل مفرد بغض نظر شو أجبعته جمع إذا بلشت بال ing معناته هي مفرد وليس جمع إذن بالتالي بكون عندي ال r نستخدم للجمع وال i الآن إذا كان i وال have للجمع الجواب هو عندي is الآن التفاصيل هاي اللي احنا بنحكي عنها شوف باللغة شو قال لي بالتمارين هون نوعنا بالوزارة جابوا أسماء وجابوا ضمائر وبعدين صار يجيب شو يا أستاذ أسماء مركبة نعتمد مين الاسم الأول وكمان عندي الذير الذير إنها قصة بنتبه ما بعد وجاب كمان على مين على ing فإنت كطالب لازم تكون عارف أنه الفاعل ممكن يكون كلمة ضمير ضمير واحد هي أو شي أو دي وهذا سهل نحدد لأنه كان مفرد أو جمع لأنه بكون حافظهم طيب الأسماء ممكن يكون اسم واحد يا مفرد يا جمع ولكننا حافظينهم انتهت قصتنا طيب الآن ممكن يلعب بالفاعل ممكن يعملوا مركب وهاي يلقينا لها حل إنه دائما نعتمد مين الاسم الأول في حالة ذير دائما نتبع الاسم الذي بعد الفراغ وآخر إشي قال لي إذا بدأت الجملة ب-ing فهي إيش مفرد وقال لي بالتالي حتى لو كان بعدها اسم جمع فبالتالي بيطلع الجواب إز بيجي طالب بيقول لي طيب يا أستاذ في حالات ممكن يكون للبداية فيها ing وتكون جمع ممكن ممكن يجي يقول لك مثلا على فراغ يقول لك هيك جملة reading box and مثلا writing stories فراغ الآن بلش يتبعي إيش يا أستاذ reading ردق لي إيش يا أستاذ and writing فكي زي كأنه قاعد بيحكي لي هاي أول اسم وهاي الاسم الثاني بما أنه صار في عندي اسمين ing وing فصارت جمع وليس مفرد إذن هون بدو يكون الفاعل أو الفعل عفوا بدو يكون فعل الجمع لأنه ممكن يربط لي أكثر من ing بانت فبالتالي ممكن يؤدي لشو للجمع وهاي تفاصيل احنا أخذها أول بأول أول من فوت على المنهج بس أنا بهمني الأساس إذن لحد هون أنا وأنت الآن فهمنا شو الفاعل شو بدي من الفاعل يا أستاذ بدي منك شغلة وحدة إنه تازم تميز المفرد والجمع أكثر من هيك بديش منك وكيف ننميزهم بدي أرجع عشيك بآخر الحصة سريع شوف شو قال لي بدك تحفظ سريع لازم نعرف من كل هذول مين المفرد قال لي الضمير المفرد والاسم اللي بدون اس والأسماء الغير معدودة هذول وحطينا منهم كمان دفعة ثانية نحفظهم وكمان عندك الأسماء الشواذمن نحفظ منهم المفرد غير هيك الفاعل بيكون جمع إذا حفظت هذول غير هيك بيكون الفاعل شو يا أستاذ بيكون جمع وهاي أول مهارة لازم تعرفها باللغة الإنجليزية أو قبل ما تفوت على المنهاج إنه تميز ما بين الفاعل المفرد والجمع قبل ما نفوت على الفيديو الثاني لازم تكون حافظ كل هذا الشيء ومتمرن عليه ومشيك عليها الخالص عشان نفوت على الجزئية اللي بعدها اللي راح نركب فيها بالفيديو اللي بعده الآن إحنا عرفنا الأساس اللي بدنا يعنمين عن الفاعل أكثر من هيك تفاصيل هي تعجيق يعني أكثر من هيك فهو تعجيق يعني بتأخذ قاعد إش زيادة أنت مش بيحاشته بالعكس قاعد بيعمل لك مشكلة أنه أنا مش قادر أفهمه نفسه يعني أنا بإمكاني أطول الفاعل وأعمله قصة طب ما سفدتش أنت ما وصلت للإش اللي بدي إياه أنا المهارة اللي بدي إياها من الفاعل تقدر تميز فكرة المفرد الفاعل المفرد من الجمع إذا قدرت تميزه إذن هاي أول مهارة بدك إياها والحصة الجاي ندخل على الفعل بس ندخل على الفعل ونوضح شو الفعل ونوضح شو أفكار الفعل وكيف قصة الفعل الآن ندخل أنا وإياك وين بتفاصيل جديدة فهذا الأساس اللي أنت بدك إياه ربي يوفقك ويسر أموركو والله يعطيكو ألف عافية